موسيقى التحذيرات البريطانية من منظمة الإخوان تتواصل وتتكثف وجديدها تحرك في مجلس العموم للدفع نحو تصنيف الإخوان منظمة إرهابية تحرك يأتي بطلب ملح من نواب بريطانيين ووسط دعوات للتحقيق بشأن نشاط قيادات الإخوان في بريطانيا ومطالبات بطرد هذا التنظيم خشية تأثيره على الأمن القومي البريطاني تتوار الحقائق خلف الدباب هو مآني القشع تتجلى فتسمى الأشياء بأسمائها تصنيف الإخوان تنظيما إرهابيا مطلب ملح لعدد من النواب في مجلس العموم البريطاني التقيت الإخوان في مصر في 2011 في مقرهم الرئيسي وأكدوا لي حينها أنهم ليس لديهم أي نوايا في مصر وأنهم لا يسعون لحكم البلاد والآن هم السبب الرئيسي في الهجوم على المسيحيين بمصر هذه منظمة تستخدم وتنتهك معتقدات ثقافة كاملة لمهاجمة المسيحيين وغيرهم وهذا أمر مخيف وخاطئ سألتقي موظفي وزارة الداخلية الأسبوع المقبل للحديث عن جماعة الإخوان وسأتابع حضرها تحت قبة مجلس العموم يحاذر عدد من النواب الحكومة البريطانية من ثمن إيواء الإخوان ويطالبونها بإعادة تقييم موقفها تجاه التنظيم كما طالبوا بإجراء تحقيقة بشأن نشاط قيادات الإخوان على الأراضي البريطانية ودعوا إلى طردهم خشية تأثيرهم على الأمن القومي البريطاني وأثار النواب البريطانيون أيضا شكوكا بشأن إحجام الحكومة عن نشر تحقيق عن أنشطة الإخوان كان بتكليف من رئيس الأزراء السابق ديفيد كاميرون هذا يؤكد شكوكي بأن التقرير الخاص عن أنشطة جماعة الإخوان في هذا البلد بتكليف من ديفيد كاميرون عندما كان رئيسا للوزراء لم ينشر بعد الهواجس ليست من فراغ فبريطانيا كانت وما زالت الوحة الآمنة التي تظل تنظيم الإخوان منذ أكثر من ستة عقود فرسخ حضوره من هناك عبر مراكز عدة وبات مسيطرا ومتحكما في مؤسسة تستخدم ستار الأعمال الخيرية لإدارة موارد مالية ضخمة كما أن أبواب بريطانيا مشرعة أمام قيادات التنظيم منذ سنوات السجال ليس جديداً لكن في عهد رئيس الوزراء بوريس جونسون يذهب مراقبون إلى الاعتقاد بأن مكتسبات الإخوان من السنين الخوالي في بريطانيا باتت بالفعل مهددة فيما يرى آخرون أن بريطانيا غير قادرة على ترويذ الإخوان باختصار لأنهم ورقة للضرورة في يدها معنا من لندن المستشار في الشؤون الأمنية والاستراتيجية السيد أوليفر قتا هلا بك سيد قتا معنا في برنامج المساء سيد قتا منذ ما يسمى بربيع العربي ورأينا ركوب موجة الإخوان لهذه التغييرات رأينا الكثير من الدول تسميها جماعة إرهابية بشكل قانوني في الدول العربية لكن بريطانيا أبقت على التعامل مع هذه الجماعة ورفضت فعل ذلك هل ترى اليوم رياح تغيير قوية في ربما شجب هذه الجماعة أو تجريمها أو وضعها على قائمة الإرهاب في القريب العاجل لا أود فقط أن أشير إلى التقرير الرائع الذي ذكرتمه في نشراتكم طبعا الرئيس الوزراء الذي كان قويا ضد الإخوان المسلمين كان ديفيد كاميرون وكان قد طلب بمراجعة الإخوان المسلمين ولكن ذلك التقرير طبعا لم ينشر بعض الاستنتجات في ذلك التقرير وهي سربت كانت قد جعلت صلة بين الإخوان المسلمين بأنها ليست منظمة إرهابية ولكنها منظمة يمكن أن تكون حاضنة للإرهابيين هذا الشيء الوحيد الذي حصلنا عليه من ذلك التقرير وقد ذكرتم في ذلك التقرير بأنه لم ينشر لأنه حساس جدا بكل تأكيد ما حدث منذ أن ذهب كاميرون هناك ميل إلى ربما رؤية الإخوان بالنسبة مثلا لحكومة تيريزا ماي ولا أعتقد أن بوريس جونسون سيغير ذلك أما فيما يخص البرلمان فالإخوان لديهم دعم جيد بين بعض النواب هنا وخاصة من حزب العمال وإذن سيكون من الصعب جدا ربما أن يحصل شيء في البرلمان أو حتى ربما داخل إدارة جونسون طيب هذا التصنيف أو من يطالب من الأعضاء في البرلمان البريطاني لتصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية من يدعمه حقيقة هل هم ناس مستقلون هل أعضاء مستقلون أم أعضاء تابعون لأحزاب وفي ماذا ترتبط الأفكار هنا في مسألة تصنيفهم لا أعضاء البرلمان هم أعضاء من أحزاب ولكنهم يتحدثون بأسمائهم الفردية ربما المشكلة الرئيسية هي أنه في كل العالم الغربي فيما يخص مثلا تعيين الإخوان كمنظمة إرهابية له جانبان أول مثلا فيما يخص الآن والدوائر الأوروبية فلم نرى الإخوان بأنهم مثلا كانوا وراء منظمات إرهابية سيكونون مجانين إذا ارتبطوا مباشرة بالهجمات الإرهابية هذا أولا وشيء الثاني كما تعلمون الإخوان منظمة سرية ومنذ بداية طبعا تأسيسها من حسن البنة في 1928 الفكرة هي أنهم كانوا لا يقولون بأنهم جزء من تنظيم وكان يكون الأمر ربما صعبا جدا حتى نعرف الأشخاص الذين هم مرتبطون بها ليقولوا بأنهم أعضاء في هذا التنظيم والجانب الثالث هو أنه عموما وفيما يخص ما يمكن فعله مثلا بالتشريعات الموجودة في أوروبا أو مثلا حتى في الولايات المتحدة فإنه يبدو من المستحيل تصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية إذن مثلا ملاحقتهم هو أمر ومراقبتهم وفعل أشياء وراء الكواليس بالنسبة للحكومات والقوات الأمنية ولكن هناك الأمر ثاني لسن تشريعات ضدهم في الغرب على الأقل طيب سيد قلت الغريب أن الجانب البريطاني والولايات المتحدة الأمريكية ومعظم الدول الأوروبية يعني تعتبر الإخوان منظمات ذات بعد إسلامي فكري هي لا تذهب إلى الجانب الإرهابي رغم تحذيرات كل الدول الإسلامية نفسها والدول العربية لماذا تعتقد ذلك؟ هل تعتقد هناك استفادة من الدول هذه الدول ربما لإنشاء هؤلاء أو حظن هؤلاء لخطط مستقبلية أم ماذا؟ أنت محق تماماً انظر إلى ما حدث تحت إدارة أوباما في الولايات المتحدة ومع طبعاً سقوط نظام مبارك والدعم الذي أظهرته أو أعطته إدارة أوباما للإخوان ومرسي هذا واحد الأمر الثاني تاريخياً الـ CIA والولايات المتحدة استعملوا الإخوان كبيضق في الحرب الباردة للحصول على حلفاء في العالم العربي ضد الاتحاد السوفيتي آنذاك لندن والمملكة المتحدة كانت أيضاً تتجه وتميل إلى الإخوان كثيراً وكما قلتم في تقريركم هناك أعضاء من تنظيم الإخوان وجدوا ملاذاً وأصبح وطناً ثانياً لهم هنا أعني بريطانيا ومن الواضح بأنهم يحصلون على منافع مالية حينما يحصلون على أموال مثلاً من قطر أو من تركيا في الاقتصاد البريطاني إذن أنت محق تماماً هناك منافع بالنسبة للولايات المتحدة أو الملكة المتحدة أو دول أخرى في عدم ملاحقة الإخوان طيب سيد جيتا البعض يناقش بأنه بالنسبة لوجود الإخوان هم يعني يشكلون خطراً على الأمن القومي البريطاني والكثير من البريطانيين يعني وحتى منهم النواب لا يفهمون هذه المسألة بصفتك يعني في الشؤون الأمنية والاستراتيجية كمستشار كيف تعتقد تنظيم الإخوان يشكل خطراً على الأمن القومي البريطاني؟ بالنسبة لي علي أن أعترف بأن الإخوان أخطروا كثيراً من القاعدة أو حتى داعش بالنسبة لأوروبا والغرب بشأن دعايتهم وأيضاً بجذبهم للعديد في المجتمع الإسلامي في أوروبا ليروا أنفسهم كضحايا ويروا دولهم بأنها دول كفر إذن هم كما قلت أخطروا بالنسبة لي على المدى الطويل من أي تنظيم إرهابي آخر ومن الصحيح بأنه ينبغي أن نرى هذا بأنه مسألة أمن قومي وينبغي أن نفتح أعيننا على العمل الذي يقوم به الإخوان وراء الكواليس لتقويض ديمقراطيتنا في أوروبا وللأسف الآن فالأمر ليس والأوروبيون ليفهمون الخطر بعد يعني سيد قتب بعنوان حرية الرأي وبعنوان التعبير نرى مثل هذا يعني تنظيم الإخوان مثلا في بريطانيا نرى السلفية الجهادية تعمل في كل مكان في بريطانيا نرى أيضا النازيين الجدد يعني وهذه حركات متطرفة جدا لماذا لا يكون هناك يعني تفكير آخر حول مسألة الأفكار الداعمة للإرهاب والتطرف والتي يجب أن تلغى أولا لأنه كما نقول هناك منافع بالنسبة لعدم ملاحقاتهم هم يعتقدون بأن هم إذا هاجموا الإخوان فهذا يعني بأنهم يهاجمون المجتمع الإسلامي عموما والأمر الثالث الخاص بحرية التعبير إنهم لا يفهمون بأن الإخوان يدفعون الناس لأن يذهبوا مثلا إلى سوريا أو العراق للقتال أو ليقولون بأنهم ينبغي أن يعودوا لقتل الكفار مثلا في شوارع لندن طبعا هذا ليس حرية تعبير هذا إرهاب خفي وينبغي أن يلاحق إذن هناك بعض الدول التي تغيرت وغيرت بعض قوانينها بعض الهجمات الإرهابية من قبل داعش مثل فرنسا ولديها الآن قوانين متشددة تجاه التحريض على الإرهاب ولكن المملكة المتحدة ليست كذلك وينبغي على البريطانية أن يفهموا هذا إذا كان هناك إمام إخواني أو دعية إخواني فإنه ربما أخطر أو هو أخطر من أي إرهابي في شوارع لندن أشكرك من لندن المستشار في الشؤون الأمنية والاستراتيجية سيد أوليفر غيتا شكرا جزيلا لك